من ضمن التعليقات هما اللي عندهم اربعين سنة دول يقولوا في ستين دهية ولا ايه وما يعرفوش اشتغلوا كول سنتر ليه? الحقيقة انه مجال الكول سنتر من المجالات اللي دايما بيعتمدوا على الترن اوفر بمعنى ان في ناس بتدخل والعدي الناس بتخرج بعد الناس بتدخل بعد الناس بتخرج بعد وهكزا ما بيبقاش في حد قاعد او بيبقى موجود آآ في المكان آآ وده الاعتبارات كتيرة الاعتبارات ان المرتب او السار اللي بتاعهم في بعض الاماكن بيبقوا ليل فبيعتمدوا على الترن اوفر آآ او وربما ده اقل في الكول سنتر بالانجليزي اقل اقل في الكول سنتر الالماني واللغات التانية انه مش لقيين فبيحافظوا عليهم حتى لو سنه كبير بتعالى فبيرفعوا سن القبول لاربعين سنة كمان انت وعندك اربعين سنة وعندك الماني كويس هتلاقي في كتير لكن اربعين سنة وعاوز تشتغل كول سنتر عربي الفرص اقلب كتير اوي اوي غرف ده يا لأ ولا غرف ده ولا حكوة لكن هو بيزنس هو ماشي بنظام البيزنس انا هجيب شاب صغير احلبه هيمشي اللي بعده حلبه هيمشي هو ده النظام تيرن اوفر يعني معدل دوران عمالة سريع وواسع فبالنسبة لهم اربعين سنة اقول لك لا سنه كبير هيبقى قاعد وسط الناس اكلهم شباب هو سنه اربعين سنة فمش هيبقى فت معاهم انا بقول لك اعتباراتهم ودي وجهة نظرهم لكن ارض اللي واسعة وقول يا رب وربنا يكتب لك اللي في الخير ويمكن مش بس كولسنة ممكن تجد فرصة تانية أقول يا رب وربنا يكتب لك اللي في الخير ممكن تجد يعني لو الدنيا حصلت عندك خالص ممكن تشتغل فرض امن في كتيرة بيartedها يشتغلوا امن قول يا رب وربنا يكتب لك اللي في الخير